السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معي في فيديو جديد نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير كان عسى ادر منكم بزاف خواتي على هاد الغيبة الطويلة هدي ولكن ماشي بيدي والله يريد دوره في صحية ما قدرش نشارك معكم حتى شي حاجة وما قدرش ايضا نخدم حتى شي حاجة المهم اليوم كانت عندي واحد الكوموند فيها بلاتو ديال ميني تاغ تولاد فما ترددش نهائيا انا نشارك معكم وخاف حقيقة ما فيه اللي صور ولكن قلت نشاركوا مع المتتبعات ديولي بما انكم كتلقوا مني نشاركوا معكم اي حاجة خدمتها بالنسبة لهذا البلاتو هدا فانا خدمته في واحد الوقت لي قياسي بطريقة سهلة وجد مبسطة اشياء جد بسيطة كل شي ان شاء الله هتقدروا تخدموه كل شي ان شاء الله هتوجدوه سواء الكليانكم او لا الحفلات ديالكم والعراضات ديالكم طريقة جد سهلة كريمة ساهلين وفي متناول الجميع نتمنى انكم تتبعوا الفيديو حتى الاخير لانه غيكونوا فيه بزاف ديال اسرار بزاف ديال النصائح وغتشوفوا معي ايضا تمن باش كنخرج هاد لي تختولت هادو سواء بالحبة او لا بالبلاتو هكدا كبير او لا بلاتو صغير خليكم مع الفيديو حتى الاخير ونخليكم دباء مع المقادير وطريقة تحضير بالنسبة البنات اللي مقونات ديال اللبات سابلي اللي غنحضر به هاد ليفون ديال اللي تختولت فانه هنه هنحتاج فيها 500 جرام ديال الدقيق الابيض اي نصف كيلو دقيق ابيض من الاحسن يكون النوع ممتاز عندي هنا 250 جرام ديال الزبدة مارغارين هادي النوعي اللي كنستعملها دائما للبنات اللي كنشاركها معكم ولي كتجيني اروع مارغارين كنخدم بها ما كتخليلي لا ريحة في الحلوة ديالي لحت شي حاجة وكتحسو بحلا كتخدموه بزبدة سبيسيال يعني وخايا مارغارين رازوينا بزاف كيف ما كتشوفوا معي البنات تخدو زبدة اللي فيها 250 جرام لان هاد باتيسور هادي فيها القياس ديال سيحتاج هنا كاس ديال السكر غلاسي انا اخديت هنا غير السكر حبيبات وطحنته سيحتاج هنا بيضة كاملة ووجوج ديال سافر بيضة سيحتاج رشة ديال الملح كيس ديال خميرة كيماوية من فئة 7 جرام وكيس ديال سكر بنكهة الفانيليا بالنسبة للطريقة سنضيف كلها مع بعضيتها ونضيف الزبدة الزبدة هنا اللي بنات قطعتها تطريفات صغيرين باش تساعدني باش تغييض هكذا ندمجها مع الدقيق مسألة مهمة انكم تاخدوا الزبدة من تلاجة بما انه ده بفصل الصيف فضروري الزبدة ديالكم تكون في التلاجة لكن اذا كانت البرودة كتاخدوها فقط من بره لان دجة كتكون باردة طريقة كيف ماشتوا معايا كنبدأ كنبسس ديك الزبدة مزيان مزيان حتى كتلبس لي كلها دك الدقيق كله كيتلبس بالدقيق عفوا بالزبدة وما كتبقاش كتبالي نهائيا ومن بعد كنجمع هاد العجينة ديالي بدك البيض اللي عندي هاد البيض اللي بنات انا عندي كبير زوج ديال سفر بيض كاملي كبارة وبيضة كبيرة الى كان عندكم البيض الصغير تقدرو تديرو اه تقدرو تديرو اه الى مجمعت لكم جداك البيض هاد العجينة ديالكم تقدرو تديرو واحد زوج معالقة او لها ثلاثة المعالقة ديال الحليب سافي كتبداوها كده كتجمعو كيف ماشتوا معايا غرب الاصابيع ديالكم بدون ما تدلكوها باش تتحصلوا على واحد لابات اللي كتكون زوينة وطرية وكتجيكم ناجحة في هاد الفون ديالي تاخدوالات كيف ماشتوا معايا كيكون هذا هو القوام ديالها خليت لابات ديالي ترتاح في تلاجة مدة تربع ساعة او عشرة دقائق المهم بما صوبت للكخيم ديالي بالنسبة للكخيم اللي ولا غنحتاج لكخيم باتيسيا بنوكه ديال الفاني واندير فيها هنا ايه ثلاثة ديال صفر البيض ثلاثة دلمعالقة ديال السكر حبيبات ثلاثة دلمعالقة ديال النشا غنحتاج واحد الكيس ديال فاني سكر بنوكهات الفاني وغنحتاج نصف اطرق ديال الحليب كيف ماشتوا معايا البنات طاري قادرت المكونات كلها في واحد الكاسرونة ضفت عليهم الحليب وعلى نار اللي كتكون متوسطة وقد بدك نحرك نحرك مزيان حتى كنتحصل على واحد الخالط اللي كيكون كريمي من بعدها البنات غنضيف لها الكريمة هذي غنضيف لها واحد العلبة الياغورت بنوكهات الفانيليا بشكتعطيني واحد الكريمة اللي كتكون كريمية يعني ما كتكونش قاسحة وعقدة بززاف من بعد نوضحها في واحد الإناء ونغطيها كده بواحد البلاستيك غذائي شرط ان الفيلم المونتغ يكون يلامس لوجه الكريمة ديالي ونخليها تلاجة ترتاح ندوز معاكم الكريمة التانية كريمة الباتيسيار بالشوكلاة درت الزوج ديال سفر البيض زوج المعالق ديال النشاء ثلاثة المعالق ديال السكر ومعالق ديال الكاكاو المعالق الكبار ونحتاج فيها ايضا مصط اطرق الحليب ونبدأ هكذا كيف ماشتو معايا درت المكونات النواشف مع البيض ودرت الحليب ونحرك مزيان مزيان في الاخير من اللي كان نحس بالكريمة ديالي عقادت كيف ماشتو معايا نطفي عليها البوطة ونضيف 15 قطع شوكولات غالة هنا ايضا نستعمل غير شوكولات غالة عادية ونضيف لها ايضا واحد الحك ديال ياغورت بنوكهة شوكولاتة او دانت شوكولات المهم اي ياغورت بنوكهة الشوكولات سوف يبنفس الطريقة ايضا البنات كنحترفض بالكريمة ديالي كنغطيها ونضيفها في تلاجة ترتاح هنا غندوز معاكم باش نشكل هاد اليميني تغطيت ديالي بالنسبة للقوالب اللي غادي نستعمل هنا ايه غادي نستعمل ثلاثة هاداك الشكل اللي كيجي أوفال او لكيجي بحل باركات وغادي نخدم بهاد الدائري اللي مفيش شريطات معا يعني مفيش دوك سنينة في الجناب سامبل وغا نخدم ايضا بدوك الصغورين اللي كيكون فيه ماكدوك السنينة مع الجناب بالنسبة للطريقة كيفما كتشوفوا معايا طريقة ساهلة جدا والمعتمدة عندي دائما انا ما كان نبسطش العجينة فوق الطاولة ديالي العامل عاد وكنشكل بيالي تغطيت كنخدم بيها مباشرة باش هكذا كنربح الوقت نخدم بسرعة وهكذا ما كان ضيعش حتى العجين يعني العجين كان بروفيتي هكا في العجين مشي كما كترققوه وتعودوا لجمعوه وتعودوا تخدموه به هكذا ما كتضيعوش العجين وكسبقها لكم العجينة ديالكم طريقة بالنسبة لطريقة كيفما اشتو معايا يعني كان اخد العجين وكنعمر هكذا للقوالب ديالي تغطيت ديالي مهم لي بغت هاد الطريقة بتتفصيل الموميل ترجع لواحد الفيديو غا نتركوه لكم في صندوق الوصف باش شوفوا كيفاش كنحضر لي تغطيت بالتفصيل الموميل وبكيمية كبيرة هنا هيا بالنسبة هاد الباقية هادو فكيفما كتشوفوا بما انهم ما عندهمش الحافة ما عندهمش ديك الحديدة ملتحت جايين مفتوحين غناخد واحد شوية ديال العجين غنرش البلوندو تخافي ديالي بالميزينة او لا بالدقيق الابيض وكنناخد هكذا العجين وكننبدأ كنبسط وفوس ديك الساخ اللي عندي ومن بعد كناخد واحد الموس وكننحرف هكذا ذاك الزائد اللي عندي ديال العجين اللي عندي اللي عندي كاملين مهم جدا انكم تتقبوهم بالفرشيطة مزيان باش ميرجعش لكم باش ميتنفخوش وما كيتقلص الشكل ديالهم حاجة اخرى البنات ملكة تتقبوهم بالفرشيطة ضروري ما تتقلوهم مهم جدا انكم تتقلوهم باي حاجة توفر عندكم انا اللي تبقت عندي في الدار كان دراه في واحد العلبة وكنخليها باش نتقل بها لتاختولات ولي كيش اللي كان خدم سواء روز عدس فول حمص جلبانة اي حاجة مهم عندي كان وضحها في واحد العلبة وكنتقل بها لتاختولات ولي كيش دياولي هنا هي كانو اللبس هميا إن كاتليل كيش يدردو كيشت بصغيرين مأجن rating سواء كانو عندكم صغير كيشت بصغيرة ولو كانو عندكم الكبار كنتقل للمزيلا ليسك لكم في الاجين كيشت بل متضربة وتمتصف بفرشة لتاختولات مزيلا جيدا اقنا past your doctor estaba العلبة فران سخنة 180 درجة او النار تكون مهيلة نديرهم من الفوق من الفوق النار تكون تحت منهم حتى تشعروا بهم بحالة يدهبوا شوية مع الجنب ثم تخرجوهم من الفران النار تكون تحت منهم تخرجوهم تحيدو لهم هذه الكيسات اللي يكونوا معمرين بحالة تخويهم و ترجعوهم لتحت النار تكون فوق منهم كي يدهبوا و يتحمروا واحد شوية و يخذوا واحد اللوية اللي يكون محمر شوية و لا تخليهم بويد بزاف هتشوفوا معي البنات كيفما تشوفوا يكون دواء اللون ديالهم من بعد ما كان طيبهم لا تحمرهم بزاف على البنات النار تكون ناقص عليهم و خليهم يطبوا على خاطرهم و قابلوهم مزيان لكي يخذوا لكم هذا اللوية كيفما تشوفوا هنا قبل ما بدأ نعمرهم هنا قبل ما بدأ نعمرهم انا هنا كنت دا جا عمرت واحد بلاستيك هنا البنات واحد الاخت تلبتني كيفاش تديري تخدمي البلاستيك بلاستيك ديال المجمد اول حاجة راكوشتوا معي البنات انا راوريتكم البلاستيك النوع اللي كانت تعمل ديال المجمد كان اخدوه من مرجان تم عد يانوم يكون رخيص تلقابسة فيها خمسين حبة نفضل انني نخدم بهذا حسن ما نشري دوك اللي بوش اللي كيكونو جوتابل هادو كيكونو احسر كيكونو عمليين احتلت بقاتلك شي كريمة ولا غي كتصدي على ذيك البلاستيكة وكتديريها في التلاجة كيف ماشو معي البنات قطعتها من واحد الجيهاب والمقس ودخلت فيها ذاك البوك اللي غنخدم به وصف يوم من بعد كتعمروها بالكريمة وهكذا كتخدمو بيها عادي جدا غندوز دابة البنات هنا را عندي درت احتل الكريمة ديالشوكولات حتى هي عمرتها في هاداك البوش اللي عندي اول حاجة غادي ندوز باش غادي نعمر هادا اللي عندي غا نعمر هادو اللي كيجيو سامبل يعني اللي ما فيهم شتوك يعني ما مشرطين شمعال جناب اللي درتهم في القوالي بلي كيكونو سامبل غا نعمرهم بالكريمة ديالشوكولات بطبيعة الحال من بعد ما بردتم مزيان كيف ماشو معي كنعمرهم ومن بعد غا نزينهم بهاد العقيق اللي كيكون فلف الضيت زين كيبقى على حساب الرغبة على حساب المتوفر عندكم انا هنا بما اني كنت مزروبة زين تغيب دك شيء اللي متوفر عندي يعني في الدار بالنسبة للشكل الثاني هذا اللي كيجيو حتى هو بحل الباكات اللي كيجي اوفال حتى هو عمرتو بالكريمة ديالشوكولات كيف ماشتو معي كنعمرو هكدا يعني كتعمروه اما هكدا بطريقة كيف ما عمرتم انا ولا كتديرو هكدا يعني كتديرو كل وحدة بوحديتها كل وريضة بوحديتها هنايا بالنسبة للشكل الاشكال الاخرى غادي نعمرهم بالفروي هنا عندي الفواكي عندي الخوخ عندي كيوي عندي السوغيز وعندي البانان وغادي نعمر ايضا وحدة الشكل هنايا نزينو برقائق اللوز اللي دجا حمرتهم في الفران هنايا الفواكي راني قطعتهم شرائح رقيقة باشا كده يساعدوني في التزين بالنسبة للتزين فكيف ما كتشوفوا معي او الشكل غادي نزينو بالكيوي هنا البناترا غادي ندير تقريبا 6 من كل نوع هنايا بالنسبة للكيوي نقطع كل حبة على جوجو ونشكل بها كده وريضات نغرسهم هكدا في وسط الكريمة بعدما نعمر هذه التغطولة بالكريمة قدروا واحد الكيمية تكون لبأسة بها من الكريمة وكتزينوه كده بالكيوي كتشكلوه كده على شكل وريضات نفس الشي ايضا بالنسبة لديل الخوخ ها ما غادي نشكلهم هكدا على شكل وريضات غادي نزينو هكدا بهد الخوخ اللي قطعتهم شارعي حرقيق ها ما مديروش للفوكيه غليضة بزد باش كتقدرو تحكمو فيها كيف ما بغيتو وتشكلوها كيف ما بغيتو بالنسبة الشكل الاخر ها ها غادي نزينو هكدا بالبانان المهمة البنات ما تتقيدوش بالفوكيه اللي استعملت انا تقدرو تديرو اي نوع ديل الفوكيه متوفر عندكم اولا تديرو غير هكدا يعني غير الكريمة و تزينو هكدا بشكلواتة فيرميسال اولا اللي متوفر عندكم هنا البنات كيف ما كتشوفوا معي بالنسبة للشكل اللي غا ندير فيه لسوغيز حتى وراه درت فيه هكدا الكريمة وزينتو هكدا بحبه من لسوغيز اما بالنسبة للشكل اللي غا ندير فيه رقائق اللوز فغا ندير فيه شوية ديال الكريمة وغادي نرش عليه واحد الكيميه لا بأس بها دياله رقائق اللوز سافينا يا مهين بنبعد ما كنكملقى على التغطولات اللي عندي بالنسبة اللي تديرت يوم الفوكيه فضروري ما كتدهنوهم بوحد شوية ديال النباش باش كتعطيهم واحد اللمعة وكتبقى ديال النباش كيبقى محافظ على اللون ديال الفوكيه بلا ما كيدبال سافي عن بقى مستمرها كده حتى نكملقى هاد التغطولات اللي عندي وغا نستفهم في البلاتو سوف نقوم بتلقي معكم باش تشوفوا الشكل النهائي بيا البلاتو ديالي والتامان باش خرجده كانه ده هو الشكل نهائي مبانات ديال البلاتو ديالي ليليまず قل كدا كيف ما كتشوفوا من بعد انما كملتو شفتو هنا في هاد البلاتو هادا هاد البلاتو البنات ترا كبير الهني ده اللي سيفتطو باش انن نحطيها فيه لليي طاقة اللو منzeni لان ما بغادش دك υال البلاتو الصغير بغايت هاد البلاتو هادا باش نعمروا لها هكدا كبير هاد البلاتو خرجتو دابا بمية وثلاثين درهم كيف مارا كيف مارا كنت شوفوه لكن إلا كان بلاتو صغير داك البلاتو دي الحلوة دي الكارتون هادا كان خرجو غيب مية درهم لأنو كيهزي خمسة خمسة الحبات هنا هادا راهز لي ستستد الحبات من كل نوع من غير هاد الكبار هادا هاد الكبير هادو اللي كيجو حال الباخت هادو هز ليربعة يعني كيف ما جيت ندير لهم ما جانيش عنا نندير كتر من ربعة استفتهم بهذا الشكل هادا بنسبة اللي بغايت تبيع التعمل دي كل حبه هادو اللي بناتت كنخرجهم بجوش درهم ونص هادو اللي بلي فخوي كنخرجهم بجوش درهم ونص وحتاب هادو اللي بلوز ايفيلي اما بالنسبة لهادو كنخرجهم ب3 درهم لانها دورها كبار ماشي صغار وبلاتو كيف ما قلت لكم هذا 130 درهم باش خرجتو اتمنى الفيديو دياليوم يكون الاعجاب ديالكم واتمنى انكم تكونوا استفتو نخليكم دبافي امان الله وحفظي الى فيديو جديد ان شاء الله الى اللقاء وما تنسونيش باللايكات ديالكم وبالبرتاج باش تعوم الفائدة